اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الميكروبات فمن هنا طلع مفهوم سلامة الغذاء ان انا ازاي اوصل غذاء سليم بكل عناصره بدون اي عدوى بدون اي مشاكل صحية للمستهلك او اللي بيستهلك هذا الغذاء فطلع من هنا مفهوم سلامة الغذاء وهو الحقيقة داخل فيه حاجات كتير قوي يعني من اول ما انت تختاري الطعام من السوبر ماركت او من عند الخضار والفكهة البيت لغاية التغليف والتخزين طرق التغليف والتخزين فداخل فيه حاجات كتيرة جدا صناعات جارة بس العامل الاساسي بقى بيجي المهم فيه المستهلك نفسه ان انا ازاي اخطار ازاي اجرب الحاجة وانا بنقي بنقي ازاي وانا بشتري الحاجة اشتري ده ولا ما اشتريش ده وانا في البيت اخزن ازاي اطلع الحاجة تاني تستخن ولم تستخنش كل الحاجات دي هي سلامة الغذاء الغذاء طيب بما ان حضرك دوقتي ذكرتي موضوع التسخين بالذات وانحنا طبعا بعد ما اخترنا الحاجة بطريقة مفترض ان هي سليمة الجدل على المايكرويف دلوقتي ناس تقولون يعني طبعا رباط البيوت محدش قادر ان هو يعمل مثلا الاكل يومي فناس بتشيل الاكل في الفريزر وبتطلع تسخنه مرة تانية او بتفك المجمدات بتاعتها في المايكرويف ناس تقول لك لا المايكرويف ده خطر تماما انا ما قادرش استعلمه وفيه ناس تانية تقول لك ده هو ايدي ورجلي في المطبخ الجدل ده عايزين نحسمه ايه صح هو دلوقتي بما ان الحياة العصرية السريعة فالمايكرويف بقى جزء لا يتجزأ من البيوت الستات المصرية كتيرة بس انت حضرتك قلت الكلمة مهمة اوي هو التسخين هو المايكرويف معمول خصيصا للتسخين للتسخين وليس للتسوية يعني انا ما سويش فيه خصوصا خصوصا الحاجات اللي فيها لحمة او فراخ او اسماك لان كل الحاجات دي بيبتعمل فيها حاجة اسمها كولدسبوط يعني ايه كولدسبوط يعني بتسوي حتة وحتة تانية مش مستوية بتسوي حتة وحتة تانية مش مستوية فده ماينفعش ان انت الحتة اللي مش مستوية دي فيها البكتيريا زي ما هي فماينفعش خالص للتسوية وخصوصا اللحمة والفراخ أو اللحوم عمد يعني هل هو فعلا كده قولا واحدا آمن في التسخين فقط؟ آمن في التسخين بشرط إن أنا أتبع سلامة الغذاء يعني مثلا إن أنا كون مختارة أصلا؟ بيختارة بالضبط إيه اللي يخش وإيه اللي ما يخشش إيه الأواني اللي تخش وإيه الأواني اللي ما تخشش ففيه إندريدينس لكل حاجة أو إستراكتش يعني تعليمات يعني فيه تعليمات تعليمات وإيه حاجات أستخدمها ما تزيتش عن مثلا عشر دقايق أو ربع ساعة طب أنا دلوقتي طلعت حاجة من الفريزر ويعني مثلا خضار وأنا مجمده هل فعلا صحي إن أنا لازم أسيبه يفك الأول وبعدين أسخن ولا ممكن أسخن على طول دايركت ما يفكش على طول ما يفكش يعني أدخل يعني أدخله مايكرويف على طول المايكرويف على طول عشان فيه ناس تقولك خاصائص الفيزيائية بتتغير علشان خاطر إن أنا دلوقتي من الجامد قوي للسخن قوي فبياخد وقت قصير فكرة إن أنت تسخاني الحاجة وترجعي تاني دا بيبقى وسيط أكتر إن يحصل فيه بكتيريا يعني ما تسيبهوش يفك كده برحته ما تسيبهوش يفك طيب أكيد فيه أواني مفترض إنها للاستخدام للمايكرويف إيه الأواني المفترض إنها صحية اللي قدر أستخدمها فيه هو أمطن البلاستيكس كلها بأنواحها كلها مفروض إنها متخشش كل الأنواع كل الأنواع حتى فيه دراسات جديدة بالضبط دي دراسات جديدة يقولك إن دي مثلا نوحة P5 مش عارف إيه أو الأرقام اللي عليها ودي كويسة لدخول المايكرويف هي فعلا البلاستيكس كله فيه دراسات جديدة مؤخرا إن البلاستيكس غير آمن لاستخدامه في المايكرويف يعني ناخد من جانب الاحتياط وبلاش البلاستيك بالضبط والأكياس الحرارية برضو والأكياس الحرارية اللي هي بتصوير في راح الفرن أيوة في الفرن حاجة والمايكرويف حاجة تانية عشان ده أشعة ودونار أيوة ده أشعة بتطلع لكن الفرن ده حرارة فالفرن حاجة والمايكرويف حاجة لكن أنا ممكن أستخدم البايريكس ممكن أستخدم السيراميك البورسلين في المايكرويف الحاجات اللي هي بتستخدم أمينة فيه والتسخيط منه ما فيش مشاكل جدا تمام يعني البلاستيك لا خالص يعني دلوقتي يا جماعة هدواتنا البلاستيكية نحاول بقدر الامكان ان احنا نقنن استخدامها شوية طبعا للناس كتير جدا بيستخدم البلاستيك بصورة رهيبة جدا حتى معالي اللي برة او لا اتمنى بلاش المعلقة للمسال المعدن اكل مثلا في المطعم بمعلقة بلاستيك يعني ده برضو صحي ولا يفضل يفضل الابتعاد عن البلاستيك خالص وخصوصا ان انا برضو لازم من ضمن اهتماتي ان احنا لازم نعرف للي قدامي استخدم ايه وما استخدمش ايه وامتى استخدمه في حاجات تستخدم مرة واحدة في حاجات تستخدم كذا مرة في حاجات استخدمها للحرارة المعينة فلازم ابقى فاهم كويس قوي واقرأ الانستخدام اللي موجودة على كل استخدام استخدام اه وبرضو كمان البلاستيك حتى اذا كان فعلا يعني بيقال انه هو بيدخل الماكرويف برضو ممكن اتجنبه وحتى مهما كانت الحاجة اللي انا باستخدمها غالية لان طبعا فيه دلوقتي حاجات غالية وطالعها خصصيصا مجرد انها حصل فيها خدش مجرد ان حصل فيها خدش ده خلاص انا مقدرش استخدمها تاني لان الخدش دوت هيعرضة انه هو يطلع للمواد المستخدمة او المستخدمة للبلاستيك ويبدأ يتفاعل في الطعام اللي انا بحطه ويبدأ يبقى دار على بسنه طيب بمناسبة البلاستيك الدايما بقى احنا بنستخدمه ده ما مقدرش نستخدم عنه بعض الامهات في البيبرونات شيء طبيعي انا بحط اللبن وبحط المياه سخن عليه بتبقى سخنة جدا وبرجي الازازة وطبعا بخسله كويس جدا ان ساعات بيحصل نوم الانواع ان انا لو سبت اللبن شوي بتخمر فبعد عاك الازازة كويس قوي عشان خاطر تنضف هل ده صحي ولا يستخدم افضل ان انا استخدم نواتيين بص للأسف هو دلوقتي طلع البلاستيك اسهل وما بتكسرش بسرعة وآمن للطفل لكن طبعا احنا لازم نتبع التعليمات الموافقة لكل عبوة يعني مثلا في عبوة بيقولك انها تعرض الحرارة لكن انا مستخدمش فيها ادوات النظافة محطتش فيها ادوات النظافة احطها بس للحرارة في حاجات تخش المايكرويف مثلا وفي حاجات محطتش فيها برضو الفرشة كل ما انا هتستخدم فرشة كل ما انا هيعرضى لي فانا لازم اقرأ الانجريديينت دي كويس وبقول ان احنا النهاردة بموضوع عن سلامة الغذاء وازاي اوصل فعلا غذاء صحي وآمن لكل المواطنين فده اهتم المؤتمر الجماعية الاشتن الجماعية المصرية العربية للتغذية والصحة سليمة في مؤتمرها التاسع ان شاء الله يوم تسعتاشر تلاتة وانا بدعو كل المتخصصين للتغذية للي بيحب التغذية المهتمين بالغذاء او لليوم علاقة بالتواصل مع المريض انهما يحتروا المؤتمر ده لان احنا على مدار يومنا هيبقى الموضوع بتاع المؤتمر ايه عن ايه ده؟ سلامة الغذاء عموما يعني علاقته بقى بالاورام الكبد المناعة علاقة الاطفال والهايبرة صحة الانجابية للرجل والمرأة الام الحامل تاكل ايه وما تاكلش ايه تستخدم ايه في الاواني وما تستخدمش ايه احنا لقينا ان التغذية السليمة مش بداية ان انا اكل بس وامتى وكده لأ ده على مدار اختيار اليوم اختيار صحيح من البداية بالزبط طيب دلوقتي انا عروسة جديدة وكعادة كل العرائص بنزل السوق وببتدي اشتري 15 الف حلة ما بين بقى من اول السيراميك لغاية الجيرانيت لغاية الالتفال كل الانواع اللي تختر على بال يعني بصراحة الناس المنتجين بصراحة لا يعني ايه ما اصطروش معنا في الموضوع يعني وكل انواع الاطباق انا عايزة انصح عروسة لسه دخلة بتنزل بتشتري جهازها انزل اشتري ايه وماشتريش ايه عشان خاطر ما اتفعش وكالل تنسي في حاجة هتضرني بعد كده تمام ده سؤال حلوة اوي لان دايما فيه ايه ماما تقولي اشتري كذا وانا اقولها لا ده طالع جديد انا هشتري الموضة تمام مش كل ما هو طالع جديد وموضة ده امشي وراه ومش كلها لان انا يبقى عندي رصة كبيرة كده هو لا معلش احنا بنقيس الموضوع بالرصة ارجوكي وفي الاخر ما بنستخدمهوش بسضبط وفي الاخر هو محطوش فيه النيش يعني معلش انا النيش بتاعي يا جماعة لازم يكون مليان يعني انا لو انا مثلا هفرط او هصنف القواني الصحية اللي انا هستخدمها البايركس الازاز الازاز انضف مو هو ممكن يستخدم بالزبط احنا اهم حاجة عندي ان الاكل مايتفعلش مع المادة المستخدمة تمام المادة اللي نتحط فيها بالزبط سواء كان طبق او حالة بالزبط فهي احسن حاجة آمن هو البايركس بس البايركس طبعا انا مش هقدر استخدمه استخدامه صعب شوي على النور صعب تاني حاجة الاستانستيل 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 ده لأوا ان هو تفاعله ليل جدا مع وطبعا الاستانستيل الجيد اه اه تمام كل ما كانت الحاجة فيها يعني أنا مش هدعوه هو الحاجة الغالية قوي لكن أنا نازلة برضو بأكد إن أنا لازم أكون ست وعية فهمة أنا هختار إيه ومش هختار إيه ومش هختار إيه آه تمام فالسلس تين كل مكان بس علشان ما يبقاش فيه يعني نوعه جيد علشان إيه ما يتحرقش بسرعة ما يتحرقش بسرعة عشان خاطر هو دايما يعطي للسلس على النار بيشي من النار بسرعة بيشيت آه لو السلس غالي أنا ممكن فيه بداية تانية اللي هي الألمونية بس الألمونية تيك كير بس إن هو ما استخدمش فيه مسبكات كتير يعني محطش فيه سلسة مواد حمضية كتير أو أحطها واتبخها وبعد كده أنقلها على طبيع أنقلها في حاجة تانية أو ممكن تكون أمينا شوية في إزاز مثلا آه تمام أو في علبة وما سخنش بقى فيها كتير يعني ممكن أستخدمها سخنت مرة آه ما سخنش تاني بالزبط طيب فيه أنواع بقى اللي هي الحاجات الجديدة الغير لسقة المطلية تيفال السيراميك الجرانيت دول بقى طبعا ثلاث أنواع وأسعارهم في منتهى الخرافة يعني فأسعارهم غالية جدا كلهم زي بعضيهم مفيش فرق تمام وانس إنها تخدشت هرميها بالزبط فغالية رخيصة هتترمي الحالة غالية يا دكتور حالة غالية حقيقة أنا يعني لو أنا نصحتي أجيب واحدة رخيصة كتير آه يعني بدل ما أجيب واحدة يعني أجيب رخيص كتير بدل ما أجيب واحدة غالية ومش حادر أجيبها تاني بالزبط لو اتخدشت خلاص أنا مش عارف استعمالها تاني وغالية وهرميها مضطر أن أنا هرميها بالزبط التفال الجرانيت السراميت المطلي 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 لعني في حالة الجرانيت تانية اللي هي الحديد بتبقى تقيلة أو الحالة تبقى تقيلة أوي تمام دي غالية جدا دي غالية جدا آه يعني فدي ممكن إن هي ما بتتخدش أصلا أو الخدش بتاعها كده كده الطبقة اللي بعد ديها ما فيش أصلا حاجة تتفاعل مش مطلي آآ يعني هي كلها يعني جسم الحالة كله من الجرانيت بالزبط بالزبط لكن التفال السراميك الجرانيت المطلي كله واحد لأنه طلعت موضة أي ده سراميك آآ أحسن مثلا من التفال لأ وانس إن هو اتخدش يا جماعة بأي أسلوب شكرا طيب يعني دلوقتي أواطي نار عليه لو أنا حبيه طبعا لأنه برضو البيت كلها آآ مش ما عندهاش لها تملك إن هي كل شوية تغير حالة والحالة برضو برضو مكانت رخيصة بزبط فأكيد هتبقى غالية آآ أواطي النار ما خليش النار العلي قوي عليه تمام آآ ما استخدمش الخشب حتى الخشب أجيب حاجة السليكون السليكون آآ تستخدم لي أستخدم الماء السخنة والخل بلاش كمان المنظفات آآ المنظفات والحاجات اللي هي السلك الموعين بقى أيوة بالزبط تمام بيقال إن السلك الموعين بعد ما بنغسله لازم بيبقى فيه حاجة ليفة أقل نعومة أو يعني تكون أقل خشونة إنها نعملها بعد السلك على طول ليها السفنجة تمام ما استخدمش أي حاجة فيها هارد هارد يعني هارد مش خشنة خالص تمام ده علشان أطول المدة شوية يعني أطول الاستخدام ما يبقاش يتجرح بسرعة تمام طب الحالة الرخيصة تيفال زيها زي الحالة الغالية تيفال يعني مثلا في مادة الطالية بتاعتها يعني برضو إنو من الانتحاد يقول تيدي إن أنا دلوقتي ممكن أسترخص في الحالة نفسها وأجبها كتير بعد ما تخدش مش هيفرق معي بقى نوع الطالية بمية الرخيصة زي الغالية مش هيفرق وانس إنها تخدشت الغالية زي الرخيص هي الفكرة إنها دي بتعيش أطول أنا باستخدمها أحسن فهي دي اللي هتفرق معي شوية طيب من ضمن العادات الغذائية الخاطئة أو اللي ممكن ملهاش علاقة شوية بالقواني بقى أو الحاجات دي النظام الكيتو دايت اللي طالع موضة الناس كتيرة جدا بتبقى عايزة تقول لك الكيتو دايت سيام متقطع الحاجات دي صحة والغلط طيب نتكلم عن حاجة حاجة لو نتكلم عن السيام المتقطع الأول هو السيام المتقطع مش بدع مش إيه؟ مش بدع يعني مش حاجة جديدة في كل أديانة الإسلام والمسيحية عندهم سيام فهو مش جديد لكن هي الدراسات اللي اتعاملت عليها جديدة تماماً سوء متصحه بالضبط فهو السيام الدراسات اللي اتعاملت عليها السيام المتقطع لقوا فيه نتائجه حلوة كويس وعلى كل حاجة تخصيص صحة كويسة الأجهزة الجهاز الهضمي الجهاز الكبد لأنه بيغسل السموم أعرف عامل دا من نفسي ولا لازم حد متخصص؟ هو لو سيام متقطع لأ ممكن يتعامل في البيت تحت إرشادات دكتور أو أنا أعرف النظام بتاعي تماماً بس في حاجة معينة بس أنا أحب أنه برضو نمشي تابع الصنة بالضبط يعني الرسالة كان بيصوم اثنين وخميس والثلاث يام بالبيت بالضبط اللي طالع بقى الجديدة هو إيه؟ يعلى طول أو يوم بعد يوم أو يوم بعد يوم أو كل يوم دا الجديد طالع كل يوم وقسي على نفسك بدل الستاشر خليه ربع وعشرين ساعة اللي هو أنا شايف أن دا متهيائي مش صح لأن أنت الصيام المتقطع أنت بتحاولي ما تسبتيش الجسم على حاجة معينة بالضبط بتغيريه فأنا لو هقضو كعادة يبقى أنا عملته جديد بالضبط دا أنا بتكلم مع الناس اللي عايزة تخص بالضبط يعني معنى كده أن أنا لو مشيت على الصنة أن أنا تنين وخميس أو صيام تلات يام مربيل وحتى في المسيحية برضو كمان عندهم أنواع صيام مختلفة وعندهم على مدار الشهر بالضبط في تلات يام بياخدوها أو على مدار الصيام في تلات يام يعني بياخدوه أنا طبعا مش هقدر أقول قوي بس هم عندهم صيام متقطع بالضبط فده صحيح بيكسر بيكسر العادة الروتين بتاعه اللي هو متعود عليه في يخلي الجسم يحرق يغير وبعد كده أرجع تاني أمشي على النظام العادي وبعد كده أرجع صوم طب في عجلة سريعة عشان وقتنا تقريبا قربنا نخلص الكيتو دايت عشان ناس كتير جدا بتسأل عليه والسؤال دا مخصوص يعني حد بعته ضروري يعني هل دا فعلا صح ولا غلط غلط تماما وما ينفعش أعمله في البيت وأنا أعدى مع السوشيال ميدي مع الجروب إحنا النهاردة من السوشيال ميدي بالضبط أه أنا أعدى الجروب داعي ستاته بيعملوا دا كويس بالضبط بينزلوا نهاردة مثلا النهاردة هنأكل كذا 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 أولا ما ينفعش مع كل الفئات ما ينفعش مع كل الأمراض أنا لازم أعمل تحليل كويس قوي هو بس أول حاجة الكيتو جينك دايت اتعامل لأطفال الصرع اللي بعد السنة من العلاج ما استجبوش ما استجبوش فده أتعامل خصيصا ليهم يعني لتصنيف معين من الأمراض بالضبط مش لكل الناس وتحت إشراف طبيب تمام تحليل لأن ده عنده كيتوز يعني كيتون بازل بتطلع كيتون بازل بتطلع في الجسم نوع من أنواع الكيميكالز أو أنواع الكيميائيات بتطلع في الجسم ولازم نتخلص منها بطريقة معينة بالضبط وبتطلع لها أدرات جامدة جدا أنك ممكن مرة واحدة تدخل العيان في كومة يبقى العيان دخلك أو بيش عيان بقى أنت ساميها كلاينت يعني يعني اللي هو العميل بالضبط الراجل جاي يخس بصحته شهرين ثلاثة بيخش الأي سي يو بسبب الكيتو جينك دايت السوشيال ميديا اللي هو بدون أي فهم بدون أي حاجة أنا بمشي وراء يعني حضرتك بتنصحي أننا الكيتو دايت دا لحاجات معينة مش لكل حاجة ولو أنا قررت أن أنا أعمله أروح لحد مقتصد يقولي ينفعني أو ما ينفعني لازم لازم وأعمل تحاليل وأعرف إذا كان ينفعني ولا ما ينفعني وبعدين في حاجة تانية أنا هخص أخص أنا اللي هيخص بالكيتو جينك هيخص بالحاجة بالحاجات العديد قافل بقي شوية هو ده الأهم سوء متصح أيها بالضبط كده أنا في نهاية اللقاء بشكر حضرتك دكتور أميرة أسعتيني بمعلوماتك وعلى وعد إن شاء الله تكرريننا اللقاء مرة تانية إن شاء الله إن شاء الله بسيطة برسيطة دكتور أميرة في نهاية فقرتنا التغذية السليمة أو الآمنة باختيارك للحاجات الصحية أو الحاجات الآمنة اللي أنت تقدري أنك أنت تستخدميها في البيت وما تقدريش أنك أنت تعملي حاجة من نفسك أو ما تعملش حاجة من نفسك غير لما تستشيري الطبيب المختص عشان توصلي بنفسك لسكة السلامة كنت معاكم إيمان عزيزة استنوني الإسبوع اللي جاي إن شاء الله زي المعادة دلوقتي وقبل ساعة من دلوقتي الساعة 10 لساعة 11 على الهواء مباشرة دمتم أصحاء باي باي